موسيقى تتميز المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من مدينة تعز بوفرة التلال والمرتفعات والمناطق الاستراتيجية الحساسة المتحكمة بعمق المدينة لذا استغلت ميليشيا الانقلاب هذه الميزة وجعلت منها أهم مفاتيح السيطرة والتحكم بالمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية من جهة وعمق المدينة من جهة أخرى اشتركوا في القناة يعد شارع الأربعين الممتد على طول الناحية الشمالية لمدينة تعز أحد أهم الركائز الاستراتيجية في حرب السيطرة الميليشياوية على المدينة إذ يتفرع بشكل رئيسي من الخط العام عند منطقة الحصب غربا ويمتد حتى منطقة الزنوج وعصيفرة وكلابة شرقا ناهيك عن التفرعات الأخرى نحو مدينة النور ومعسكر الدفاع الجوي إضافة إلى شارع 24 المؤدي إلى المطار القديم حيث مقر اللواء 35 مدرع في أقصى الغرب ناهيك عن احتضانه للعديد من التجمعات السكانية والتلال الاستراتيجية المنتشرة على طول امتداده ونحن نسعى لتتبع أبجديات ذلك المرور برزت أمامنا الواجهة الغربية منه حيث حي البعرارة الأكثر دراماتيكية في طريقة المرور وتواتر الأحداث قاءوا لعم بيت حمال حسن لمدرسة الحسن وتمركزوا في مدرسة الحسن على شكل مقامع مسلحة أول شيء على شكل ثلاثة قومات إنهم حماية فقط ثم تم تموينهم على شكل المدرعة التي انقلبت عند المصحة ثم الدبابة التي طلعت يعني الأمر كان مستمر اليوم الأول ثلاثة قومات اليوم الثاني مدرعة ودبابة اليوم الثالث تقومات احتشدت من أنت المدرسة حق الإحسان الأمر الرابع زادوا تكتلهم حتى الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث في مدرسة الحسن كشفت حالة الرفض المتنامي لتواجد الميليشيا الإنقلابية في مدينة تعز والمواجهات التي دارت في محيط معسكر اللواء خمسة وثلاثين خلال الفترة ما بين الرابع عشر والثاني والعشرين من إبريل عام الفين وخمسة عشر كشفت الوجه الحقيقي لتلك الميليشيا حين سعت لاستخدام القوة وتصعيد الموقف العسكري بدأ ذلك التوجه بشكل فعلي حين نصبت أول كمين مسلح لأحد الأطقم العسكرية في المنطقة الغربية من شارع الأربعين يوم الثلاثاء قاموا بقطع خط الإمداد حق قبل قراء وقتل أربع عسكر في منطقة في نزلة هنا تحت الطلعة حق الزنقل فضربوا أربع عسكر من فوق الطاقم قتلوا وهرب منهم بعضهم إلى القبال وإلى هنا إلى منطقة هنا هربا منهم كانوا متمركزين في رأس تبت بيت خالد نطلعوا إلى هناك قلسوا اليوم ثاني ونحن مشينا ذك اليوم ونصب على الرصاص من هنا من التبع القاسي ومن الأراني عاملان رئيسيان ساعدا ميليشيا صالح والحوثي في أخذ تموضعها المناسب في هذه المنطقة الأول امتلاكها لترسانة عسكرية كبيرة نهبتها من مخازن الدولة والثاني وفرة المواقع والتلال والأماكن المرتفعة التي تطل بشكل مباشر على عمق المدينة فبعد ذلك التموضع أطلقت العنان لصبيانها في شن عمليات قصف عشوائية على التجمعات السكانية ومنازل المواطنين بمشاهد يصفها من عايش تفاصيلها أنها كارثية قولا عند البيت هاقي أصلا أنا هربتهي ما نزلت على هنا بالنزول طريق غير معبدة وغير الطريق مشيت طريق غير صالحة للمشي خوفا من أن أستدام بها ما يمسكوناه يا أخا وأنا وأسرتي وعيالي واني باني لما شغرك في بيتي هناكي إلا هنقاهم بالعرضانة ويدعو قول الحوثاء 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 حرقناها ونزل نعبة عبدالله سعى ثمرنا يوم وبكرنا خرجنا ورص أصفاقنا خرجنا بثيابهنا فقط يعني شلت القهال وانطلقت بالباب الحقي مع القهال فقط دون عفش أو دون الثيابة أو أي شيء والله ذا نقير أنا أنا واللي إحنا أقول لك ساكن نحن وهان ما عبوا من لفت على الثاني يا الله مش تغطي مش يهرب طير الناس إشا يستحلى البلاد إشا قام هنا مرة ولا بتاعز ما هش دواره ولا ولا حراب ولا حاجة وسا قعوا هم يعني اللي قعوا للبلاد والأطفال والنساء ومن هذا يخرجون عرايا ويهربون من شدة الهول والفقيعة والمسافة بينهم بعيدة حتى أن المقاومين لا يكونوا قنبهم حتى أنه لو قالوا دفاع على الناس فكان الضرب من بعيد فكان مهول مهول يعني أنك ما تنسيش خابس مثل هذه المواقع موسيقى دفعت الأحداث والممارسات المتصاعدة من قبل ميليشيا الإنقلاب في هذه المنطقة المدنيين للخروج من منازلهم والنفاذ بأرواحهم بعيدا ورغم كل ذلك لم يغادروا بسلام بل ظلت رصاصات قناصيها تلاحقهم إلى قارعة الطريق وخطفت أرواح الكثيرين منهم بقصص مؤلمة ونشر روح القرية لمشي على شارع الأربعين على شارع الأربعين في الأحوال هذه حق المخالفة بعدين هن يصبوا علينا برصاص يصبوا علينا من التبة قاسم ومن الأرانب يعني كله لفقانه كذا يعني زي البعار كذا صوابت البنت بيت ابني صوابة يعني مات طوال ضربة بالعذن اسمع الزعاق هني قلت قصر أحيق ذا لنقلة وذا رقم بأخوه المعثور من فوقه والصبة رقم بوله اسم القدار اسم قفة اشتنج سفلتها نازل أقابل عليهم من يدار نزل من هنا فالقه ونزل ليرقله بطالت مع السرسقون الرقم اللقايق حبني وذا كان الرصاص الفوقي سبحان الله العظيم لات كان قصداني يدك ليها شسكو وفاقيها مثلا سكبت برد وبعدا الرقل يقل يقل حبني قومي 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 يرس أصفاقي قومي ما سارش يقل حبني بيد ورداني كلا قذرة دائما انتباهد سكبوا لما انتباهد اطلع قلق لك والبني قيمقفط بالقاع والمكالة في السخرة لانا كاقذر بيت قلسنا من الصباح لبعد العصر جاء مطر والبنت قلس بالحوال المطروح راق عندنا يعني ما عايت بالسامة أجري نشنقربها كل ما نجينا قرب وهي ضربوا علينا خلينا لها عصر بعد العصر جاء مطر بعدنا ابني الثاني حاجة راح يعني وقت المطار هو واحد سحب البنت ومشينا لها قريب شارع البرج القاضي هي والله هذيك اللي كان مطعليا أدعي وحنان ما يتقيبني بسطة الأول والله طبيعني من أمامته وقال على والنقلة اللي هي مرها كان لا دعيت وحنان الأسرة ما تقيبني شيء تقيبني هي مش شيء مقدة أقول له كذا دخل لبنان فتصيبنا لك بقاله من هنا عمي خارج عمي خارجة مرنة بان ابني استشهد هنا في الزنوق لما قاوه يهجوم على قبل القره يعني قبل ما نزححنا واحد استشهد يعني واحد استشهد واحد ضربوا بالعمد الفقري أولى حد الآن يعني معوق بالمستشفى والولا استشهد 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 والبنت هذي كاللي استشهده معنا فإحنا ماشي فين ومكانه بيت كريمتين بالروضة ضارة قالوا شيء هذا شضايب الرأس لا المطبخ فكال الرأس خلا يعني ماتا هاللي استشهدوا ثلاثة هذا مصواب واذا معثور واذا تعبان واذا وقسوا الغيوني والله ما أرى لخارجت إنني أرى لغشاوش ما أجزع إنني لك هشا هشا الحمدين لأنا كل حال إنني أحمر الله وقل الله أكبر على ما كان السبب الله أكبر عليه إن شاء الله ربي أنصف لي بالدني قبل الأخيرة سكان آخرون لم تهيأ لهم الظروف لمغادرة المكان وظلوا يراوحون أماكنهم يعيشون العبث الميليشياوي بكل صوره قصف ودمار جوع وحصار مداهمات واعتقالات لم يولوا فيهم إلا ولا ذمة منهم من كتب لهم الخروج وآخرون لازالت أجسادهم تحت صياط التعذيب في المعتقلات يعني الناس شردوا من بيوتهم خارجوا الناس من بيوتهم قتل الأخ مقيب قارنا هنا كانوا شوخرون من البيت مرضيش قاموا قتلوا مقيب الشرعبي سببوا يعني نزوح لنا المواطنين من داخل المنطقة ما هذا له شمته شمات داخل البيت طلعوا متارس لا فوق وتمترسوا خزقوا للبيت من كل جهة الرخام هذا كله مخزا عدو ما صورتوش الرخام كله مخزا وخزان تفقروا بأوي يعني ما فيه خلاص المي ما أعملش في به من نتيقة الضرب اللي داخلوا أو لا وصلت لبيرباشة ووقفت قنب البقالة قاس لقاء الطاق ممسك بريك بقوة يعني قنب السيارة أنا قلت هذا ما نشتيس دو ما أشوفه قال لي من عقلان وقلت هنا نعم قال لي الحقني نزل معي واحد نحقه من الثمين وطلع معي وسط أنا معي سيري أكسينت طلع وسط براي بعدين فتح الأمان عشق الآلي فتح الأمان نعمل الآلي الرساقي واني بعده بإتصال إتصال 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 يسألينه يصل الساعة 4 عاصر قابني حوثي خلاص أنا مقصدش يمسك نفسي لما قابني حوثي قلت أنا شليتي بني ما عمي يل محمل سلاح لقيته محمل قنابيل إيش لقيته أعمل إيش شليته قال لا بس يا حقه معانا كذا شوية يعني مخابرة معه أشنل قاعدة تدلك هو لا تخافي دخلونا لمقصف طبعا ما في بلا حمام ولا في يعني مقصف تعرف أنت المقصف كيف يكون اللهم ما في بصفايات مطبخ الأرض قلسنا فيه 8-10 يوم طبعا كل المحبوسين من عامة الناس لا أتقد واحد من المقاومة كلهم من الشارع إما مقانين مقانين تماما إما أنهم أبرياء من الشارع أخذوهم لشبهاء أو يعني مثلين الأسبوعان وعبد المنعم ما نشتري أنا هونه قيعان وغبان وانه براحة وانه خلاص كنت أقري من واحد لواحد من واحد لواحد المساعدين مع الحواثاء وهنا معانا مواطنين وشاعة عندنا يعني لما تقول اللي تلقي تلقي بشجرة بعد 18 يوم قال لي قهز نفسك قلت إن شاء الله يفرق طلعونا بيطاهم قدام وانطلقوا إلى مدينة الصالح مدينة الصالح في الحبابان من ناصف شعبان لتسعة رمضان وأني الآن إداريا أنت يا عبد المنعم مارسوا عليك بغوط أنت بالدواعش أنت عندك أسرال حقنا أنت قتلت فينا أنت تحمل السلاح ضدنا وبالنهاية الفترة هذي كلها حققوا معي بعد من كان كثير من ثلاثين يوم أنت عندهم كثير من ثلاثين يوم بدون تهمها بدون تحقيق كيف تحبس الفترة هذي كلها بدون تحقيق ما تخيلتش كنت أقول لهم كيف يخرج من يد الظلم الحوثيين بس الحمد لله بفعل الصلوات والدعاء خرجنا الأخ كانت يعني كيوم عرسه لما اتصلوا لنا أن أخوك خرج من السجن لم تقف ممارسات وانتهاكات الميليشيا في هذه المنطقة عند هذا الحد من التدمير والخراب بل سعت إلى تبني عملية اقتحام لمنازل المواطنين وتحويلها أولا إلى ثكونات عسكرية أعقبتها بعملية سلب ونهب منظمة لكل محتوياتها تجلى ذلك بوضوح عندما عاد السكان من نزوحهم للبحث عن ممتلكاتهم فلم يجدوا سوى الجدران المدمرة لقد عملية سبب للفاحات إذا فعلوين لو نريد أن يأتي الأمر هناك لم server حق يعني إلا فرش ما فرش بسيط الفرش قال ما يشلو كما يجاو همشي ما يدوقوش البيت إحنا بعد مرقنا قينا والباب مفتحة الحوش فالت السقف مرفوع مشقق كأنه حلاوة وهريسة كده الأبواب يعني الزقاق كل شي ثثر ده هالبيت والله ما خلونا نحاقح مثلا واسمثل لك بو بطانية مليه بو فراش مراكيه أدر الله متى أنه هنا ثانية العبقى لنا إلا الواحد أي منطقة يدخلي ما يتمش الإذلال لهم والخضوع لهم يتم تفقير بيوتهم في كل مهات في شرعاب في حقور في أمثلة كثيرة في أب كم بهذلوا من الناس من في أب وهم يعارضوهم بس معارضة يفقير بيوتهم شكل آخر من أشكال المعاناة التي فاقمت أوضاع المدنيين في هذه المنطقة ساهم فيها بشكل أكبر القصف الجوي المتكرر لطيران التحالف العربي الذي تركز بشكل أكبر في وسط الأحياء المأهولة بالتجمعات السكانية حيث تشير الإحصائيات إلى أن غرب شارع الأربعين والمناطق المتاخمة له تعرض لأعلى نسبة من الغارات الجوية تؤكد الشهادات أن معظمها أخطأت أهدافها وطال ضررها المدنيين بأرواحهم وممتلكاتهم ضربت طيران ثلاثة صواريخ من فوق يعني لم يوجد فيها أي حوثي تمام كان داخلي أثاث بيت منزلي متكامل من ثلاغات من فروشات جميع أثاثاته كم من ضربات خاطئة يعني التحالف وطيران وتكنولوجيا ومدري إيش يقولوا خاطئة هذه ما يعني ما تدخلش الدماغ أي إنسان عاقل كلها يعني تأتي بتحديد ودراسة بالتفاصيل التكنولوجيا الآن هم يصعدوا إلى الأقمار وقاوا يخطؤوا بصاروخ قالوا خطأ مستحيل يعني كإنسان من تعز وكإنسان من اليمن ما صدقش أنه يقولوا ضرب خاطئ كيف يخطأوا معهم تقنية حديثة الآن المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تمتلك السلاح ما يقارب 450 مليار دولار في مطلع العام 2016 شهدت مناطق غرب شارع الأربعين مسرح عمليات قتالية تكللت بدحر مليشيا صالح والحوثي من محيطها وتراجعت إلى الخطوط الخلفية أقصى شمال المدينة منذ ذلك الحين حتى اليوم لا زال ذلك التراجع يراوح مكانه حدث مكن المليشيا من مضاعفة أوجاع المنطقة من خلال شن عمليات قصف مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة لتحصد أرواح الكثير من المدنيين وضع دفع بالسكان العائدين إلى دائرة معاناة النزوح مجدداً خاصة أن كل المؤشرات لا تنبئ بانفراجة قريبة لتحرير تخوم المكان ولتعود الحياة بكل تفاصيلها أصلاً التحالف له أهمية إنه دعم نحن بالسلاح والمال لكن له عواقب إنه يتدخل في شؤوننا الداخلية في ترتيب صفنا الداخلي في ترتيب صفنا الداخلي في ترتيب صف بيتنا في ترتيب تشكيل بيتنا تشكيل المجتمع حقنا هو هذا العيب الوحيد الذي فيه نعاني الشعب اليمين كامل ما درينا كيف إنهم يشتوا يخرقوا إحنا الحل أو يشتوا إشهلوا إحنا هم لهم وتعز لأنه صامد مقاوم ضدها ما أنش قادر نستوعب يعني في تعز يعني في اليمن في الخارطة يشتوا يمحوا تعز من الخارطة لأنه المنطقة الوحيدة اللي هي مقاومة إلى الآن لم تردخل هذه الضغوطات وهذه المماحكات بين التحالف والحوثيين موسيقى جراح مندملة وأوجاع مستعرة هي خلاصة مرور مزدوج حل في هذه المنطقة ولا زالت جاثمة حتى اللحظة خاصة وأن فوات المدافع لا زالت على مرمى حجر من محيطهم وتهددهم بشكل مباشر بين الفينة والأخرى موسيقى 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 موسيقى